بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل والصلاة وأزكى السلام السلام عليكم حبيباتي الغاليات نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة اليوم ان شاء الله بقيت نشارككم واحد الفتاة الرائعة البنات وشهوة منها توجدوها اللعشة ولا تدروها القوتي بها قوتي بها عشان كديب البنينا وسهل التحضير كما قدي تشوفوا معايا فانتمنى تنال إعجاب ديالكم وضروري ضروري تجربوها وتردو عليها الخبار في التعليقات دائما كنرحب أخوتي الجديدات كنقول لكم مرحبا بيكم في العائلة ديالنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الصغير باش توصلوا بجديد الوصفات وما تنسونيش بلايكاتكم البنات شجعوني بلايكاتكم وكلامكم الطيب وتعليقاتكم فبسم الله على بركتي الله بالنسبة للمقادير ديال العجين فإنه يادرت اهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لها واحد نصف ملعقة صغيرة من الملح وساشين تاع خميرة ديال الحلوة سبعة جرام بعد الشكل كان دفتهم هاد النواشف خلطهم هاكا واحد دخلتها خفيفة وغادي نضافي لهم نصف كأس من الزيت نصف كأس الزيت عادية وغادي نجمع هاد العشينا بنعجينة عفوان بالما دافي نجمعوها بالما دافي لحسب ما كانت جمع النوت واللي عدنا واحد العجينة اللي طرية هاكا غاي شوية شوية ما تخويش المخطرة واحدة شوية بشوية حتى كتجمعوا العجينة ديالكم هالطريقة هادي سوف يملي كتجمعوها البنات كتشدوها وكتدلكوها شوية غاي لحسب ما تحسوا بها ولا سطرية في يديكم ولا تعدنا واحد العجينة متجانيسة هاكا دلكها خفيفة بعد الشكل هادا كمشتو مكوينة بسيطة وغادي تعطيكم نتيجة زوينة وسريعة التحضير سوف يملي جمعت العجينة ديالي غادي نحيدها في الاينة وغادي نخليها ترتاح بينما مشينا وجدنا الحوشوة بالنسبة للحوشوة هنا اخديت ميقلات ودرت فيها بصلة هاكا قطعتها اه درت معاها واحد زوج معا القدية الزيت وغادي نخليها حتى كتنزل تتشحر وكتنزل ملي تتشحر وتنزل كيراكو تشوفو معايا غادي نضف لها خوضر بالنسبة للخوضر استعملت الجزر واستعملت القراء الاخضر يعني الزرودية والكابوية الخضراش بديتهم وحكيتهم في الحكاكة بعد الشكل هذا وغادي نخليهم حتى هما يتقلوا معا ديك البصلة هاكا كتكونوا درتوا خوضر اللي غادي تخلي لكم الحوشوة كتيرا وفي نفس الوقت غادي ياكلوها ولداتكم بلا ما يعبوا بها في الحواج اللي كيبغيوها فهنا ياكل باش تقلد ديك الخوضر مزيان مع البصلة ضفت عليهم حبة ديال الطماطم كبيرة ومقطعة بعد الشكل هذا حبة كبيرة قناتها الطماطم حيدولها اللوب ديالها حيدولها القشرة ديالها وقطعوها الى مربعات وضيفوها للخوضر غادي نضاف عليهم كمية على حمى فروم انا ما كترتش هنا مهم كمية على حسب ما تقدوا عليها شوية على حمى فروم باش ينسملكم الحوشوة ديالكم واللي ممكن تعوضوه بلا دند ولا صدر الدجاج ولا الشامبينيون ولا اي حاجة بغيتوها و اي حاجة تقدروا عليها فغادي نخلي هاد الكفتة كطيب مع هاد الخوضر هادي تاكي يوليونا به هاد الشكل عاد هنا غادي نضافوه التوابل دائما كننصحكم التوابل عمركم اضافوهم في اللول و نتقليو لحقاش غادي تبقى يتحرق لكم كل شيء بالتوابل درتغي شوية ديال الملح و شوية ديال البزار و الكامون و الفلفل الاحمر شوية شوية صافي و غادي نخليهم يتشحروا مع هاد المكونات هادو هاكا ما كيتحرقون ناش دوك التوابل ماشي كما تديروهم في اللول بحاة طريقة هادي هنالبنات ايما باش تكون عندنا واحد لاصوس شوية غانية في الحوشوة ايما تضافو ماتاشا ديال الحوك و واحد المعلقة صغيرة و تخفوها بشوية ديال الماء ايما تضافوها كاسا ستا ماتا مجاهزة انا ضفت هادي الصوليص راها معروفة يدرت بها واحد جوج معالقوه صافي بس تكون عندنا كيما نقولكم شي حاجة اللي شوية مصوسية صافي الحوشوة ديالنا وجاهزة غادي نطفع لها و غادي نخليها تبرد مشو نشوفو العجينة ديالنا راها رتحت بعد ما رتحت العجينة كده نو يديكم بشوية ديال الزيت و كتبت ديو تاخدو تشكلو منها كويرات اكيد الكويرات حبيباتي غادي تديروهم على حساب اللي راكوا بغيين تديرو هاد الفطائر كيما لاحطوا انا ف اول فيديو و ريتكم ان الفطائر درتهم انا صغار مربعات و هما صغيرين اما الى بغيتوا تديروهم كبارين فغادي تكبرو الكويرات فغادي نستمر هاكاش كل تاقع كويرات دهنتهم بزويته و نخليهم يرتاحوا غاية واحد ثلاثة دقائق باش دغية يتسرحوا لي من اللي ارتاحوا كتاخدو الكورة الاولى و كتشدوها على سطح العمل تدهنو شوية بالزيت دايما كنستعملو الزيت و كتسرحو هاد الكورة غادي نسرحها هنا يا على شكل مربع و كيكون شوية مرققين اللي عجينة ما ترقوش العجينة بزا في لقيتوها بزا فقا يعني ما نرقوهاش بحلم السمن اللي كنديروه الى رقيناها بحلم السمن غادي من نجي و نعمروها غادي الحشوة تبقى تخرج لنا فنرقوها غي شوية ماشي كتير هاكا على شكل مربع و كنشدو الحشوة كنديروها فرواسط و كنزيدو عليها شوية ديال الفروماج لي كيبقى اختياري تقدروا تستغنو عليه هنغلا نضيف شوية تاع الفروماج الجبن الاحمر ولا اي جبن بغيتو ولا تقدروا تديرو الجبن المربع نتاع الصندويش تهو يجيزوين و نغلق بهات الطريقة نطويم واحد الجيها نولي نطويم الجيها التانية و نولي نرد هادو كل الجوانب ولكن ما نديرش جانب فوق جانب اللي اخصني نلاقيهم ها شوفوا معايا هادي نلاقيهم هاكا شوفوا معايا صافي و غادي نحيدها نخليها ترتاح و نولي و نعاودو مرة اخرى فقلنا نشدو الكوران ندهنو سطح العمل بزويتا و نسرحوها على الشكل مربع بهات الشكل هادا هالطريقة كنشدو الحشوة كنديروها في الواسط منتاع العجين حشوة تقدروا تغيرو فيها البنات كي ما بغيتو ماشي حشوة ضرورية تديروها بحالي انا كانت اكم الفكرة و كانت اكم الشكل و طريقة الطهي ديالو و انتو ما تقدروا تغيرو اللي بغيتو و كتطويوها بهات الشكل و كتوليو تطويو الجوانب و غدي نستمر هاكا حبيباتي تنكمل الكيمياء اللي عندي و نرجع معاكم من اللي كملتوها البنات شوفوا معايا هادي وحدا رقيتها بزاف كتفقا تبلحو شوة لش ما ترقوش بزاف باش يخرجو لكم كيمياء الخورين هادوك اللي راكو تشوفو فيهم فهنا يا شنو كديرو كتشدوهم كتقرصوهم غي شوية بيديكو ما كتخليو مش هاكا بزاف مجموعين كتقرصوهم غي شوية بيديكم واحد شوية هاكا كتقرصوهم صافيه هنا كتوجدو هاد الفطائر ما كيتبوش في الفران البنات فكتوجدو ميقلات اما شي ميقلات تكون تقيلة ولا هاد طاجين احنا اللي نديرو فيه المسمن و نديرو فيه الحرشة فكتشدوه بلا ما تدهنو محدش الفطائر ديال نرا فيهم الزيت على برا فهنا يا كتشدوهم وكتحطوهم طاجين ديالكم يكون سخون ولكن النار تكون مهيلة على الحد ديالها باش كيتبوه النام زيان فهم اللي كيتحمرو محد الجيهة كتقلبوهم هاكا من الجيهة التانية هاد الشكل تقلبوهم كاملين ونعلى نار مهيلة هاد الشكل هادا فكتخليوهم لي يخمرو الاوال والبنات غيت من تم كتصاوبو وكتطيبو سوف يكون قلبوهم نخليوهم اللي يتحمرو عاو تاني من الجيهة التانية شنو كنديرو انا كن بغي احتدو كل جوانب يبقى نحمرهم وكنوقفهم بها الطريقة هادول بنات اشتو معايا كنوقفهم وكنحمرهم كنققى نقلب فيهم هاكا وكنحمرهم من جميع الجوانب غادي نستمر حبيباتي بها الطريقة حتى نكمل الكيمية اللي عندي عاشتو معايا البنات كيفاش كيتحمرو حتى من الجناب باش نتاكدو بانهم طايبين وها هما الفطائر ديالي جاهزين البنات تطابو وتحمرو رهم واجدين كيجيو كيشهي وصراحة البنات كي مشتو ساهلين ماهلين واجي حاجة اللي تقدري توجديها اللي عشا في السرع وقت وان شاء الله تجربوهم بنسبة الكيمية اللي خرجت لي هادي نقولكم عشراء ديال الحبات هاد الكيمية اللي عطتكم انا نتاك العاجين فغادي نقطع لكم شي وحيدة باش تشوفوها معايا من الداخل كيفاش كاتجي تجي زوين البنات كنصحكم كنصحكم تجربوها نقطعوا شي وحيدة كاتجي عجينا هكا شوية مقرميشة وما كاتجي لمعجنا لوالو غادي تشوفو معايا ما كاتجي لمعجنا لوالو ها هي كاتجي ها الى البنات النا والديدة فانتمنى تعجبكم وصفة اليوم وفيديو اليوم حبيباتي اول حاجة نطلبها منكم ايلي عجبكم ما تعقزوش وطوحد لايك باش تشجعوني ونعرف ان الوصفة عجبتكم كذلك كنت سنى دائما كلامكم الطيب اللي كنشكركم بزاف عليه وبرتجيوا الفيديو مع اصدقاء ديالكم في موقع التواصل الاجتماعي فيديو ديال نسالة هنا يا حبيباتي الى اللقاء في حلقة قادمة وفيديو قادم ان شاء الله معاشي واتفا الى اللقاء